شارك وزير الخارجية سامح شكري في الاجتماع الوزاري لصيغة ميونيخ حول عملية السلام والمنعقد على هامش أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وأكد وزير الخارجية أهمية عقد اجتماع صيغة ميونيخ في هذا التوقيت بهدف إعادة تسليط الضوء على عملية السلام في ضوء ما تشهده من جمود حالية وأخذ في الاعتبار التطورات السياسية الدولية الحالية التي شتتت لانتباهها عنها هذا وأكد بيان مشترك صادر عن الاجتماع ضرورة تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا لحل الدولتين واستأنف المفاوضات المباشرة والجادة بين الطرفين في أقرب وقت ممكن بجانب الحفاظ على الوضع الحالي للأماكن المقدسة في مدينة القدس فضلا عن الإشادة بالدور المصري الهام في وقف التصعيد الأخير في قطاع غزة